رئيس سيسي يصدر قرارا بتعين تسعين وثلاثين عضوة بمجلس الدولة مدبولي يستعرض مسودة استراتيجية النهود بالسياحة المصرية ويوضه بتشكيل لجان عمل بوضع آلية التنفيذ روسيا تعلن تحرير الأحياء السكنية في سيفيرو دونسك وسيطرتها على القسم الأكبر من دونسك ولوهانسك الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش نشطة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم أصدر رئيس عبدالفتاح سيسي القرار رقم مائتين وسبعين واربعين العام 2022 بتعين 38 من عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بوظيفة مستشار مساعد من الفئة به بمجلس الدولة كما قرر رئيس سيسي تعيين الشيماء عبدالفتاح منصور عضوة هيئة النيابة الإدارية بوظيفة نائب بمجلس الدولة وذلك اعتبارا من التاسع من مارس 2022 وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض مسودة استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية والتي أعدها أحد بيوت الخبرة العالمية وتستهدف دراسة سيغة إطار عمل استراتيجي للسياحة من خلال بساندة الجهود الحكومية وذلك من أجل تطوير قطاع السياحة بشكل مستدام وإعداد إطار عام يشمل تطوير الصناعة بأكملها بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية التي تم تبنيها من قبل وأشهد مسؤول المكتب الاستشاري العالمي الذي أعد مسودة الاستراتيجية بأعمال البنية التحتية التي تمت في مصر على مدار الأعوام الماضية والتشريعات والإجراءات التي تم إقرارها في القطاع السياحي وفي ختم هذا الاجتماع وجه رئيس الوزراء بعرض مسودة الاستراتيجية على الاجتماع القادم للجنة الوزرية للسياحة وتشكيل لجان العمل النوعي المختلفة لتتولى وضع آليات التنفيذ تتواصل فعاليات التدريب المشترك الجوي المصري السعودي فيصل 12 بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي ويجرى تنفيذه على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية تضمنت المراحل الأولى للتدريب عقد العديد من المحاضرات وإجراءات التلقيل لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية فضلا عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات متعددة المهام وظهر خلال الأنشطة التدريبية المنفذة مدى ما وصلت إليها العماصر المشاركة من مستوى راق واحترافية عالية في تنفيذ كافة المهام بما يظهر مدى ما تمتلكه القوات الجوية لكدى البلدين من إمكانات بشرية وفنية واستعداد قتلي وقدرة على العمل المشترك تحت مختلف الظروف وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 413 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 63 طن وفي مجالات الحجب والاحتكار والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 24.5 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 18.5 طن كما تم ضبط 20 طن أسمنت في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 616 قضية من بينها 184 قضية خبز ناقص الوزن و163 قضية خبز غير مطابق للمواصفات فيما تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 107 أطنان أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي انطلقت فعالية المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الإفتاء والذي يعقده تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يضم المؤتمر نخبة من المسؤولين والباحثين والمتخصصين والأكاديميين ورجال الدين الذين يكتمعون من أجل تبادل الخبرات والتعاون لتكفيف منابع الإرهاب تحت مظالة الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف بعنوان التطرف الديني المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة وبمشاركة العديد من دور الإفتاء والمراكز البحثية على مستوى العالم هذا المركز سيكون له أثر كبير في تطهير المجتمع الإسلامي ليس في مصر فقط وإنما في جميع البلاد الإسلامية من التطرف الديني الذي أصبح عائقا عن نمو وتطور المسلمات الإسلامية هذا المؤتمر الرائع وعد له إعدادا حثيثا بجهد جهيد عملنا ليلة نهار في التجهيز لهذا المؤتمر في دراسة أبجديات التطرف في تحليل هذه الخطابات الشاذة كيفية الرد عليها هذا المؤتمر مهم للغاية لأن المسلمون بحاجة إلى فهم الصحيح للإسلام فالمسلمون بحاجة إلى التكاتف وبحاجة إلى اتخاذ السفوف فبناء على ذلك عندما يكون السغرة فيكون هناك الفرصة للناس لا يعرفون الإسلام ويشبشون الإسلام الجلسة الابتتاحية للمؤتمر تضمنت عرضا لفيلم تسجيلي عن مركز سلام لدراسة تطرف فكرته ورسالته والمشروعات التي يعمل عليها حيث يعد هذا المؤتمر بمثابة التجمع الأكبر لنخبة من المسؤولين والبحثين والمتخصصين والأكاديميين ورجال الدين الذين يكتمعون من أجل تبادل القبرات والتعاون لتكفيف منابع الإرهاب ما يحدث اليوم في مصر هذا الحدث الكبير هذا المؤتمر يحسب لجمهورية مصر العربية لدار الإفتاء وحضور الأزهر وعدد كبير من العلماء نتأمل دوما أن نستبق الأحداث أن لا نكون فقط ردود أفعال لمشكلات اجتماعية أو فكرية أو سياسية هذا المؤتمر الذي ينظمه مركز سلام للدراسات التطرف يعد من المؤتمرات المهمة جدا التي يتم فيها تبادل الرأي وأيضا يتم فيها نتاج هذا المؤتمر يجب أن يخرج العالم كله لنقوم به أو نوصل رسالة لنبدء هذا التطرف وهذا الإرهاب نتشرف بأن نكون في هذا المؤتمر المهم الذي ترعاه مصر بما تملك من ثقل ووزن ودعوات وسطية هذا المؤتمر يأتي في وقت مهم ومفصلي في المنطقة هناك دعوات شاذة كثيرة ظهرت في منطقتنا علينا أن نواجهها بقوة وبشكل واضح جدا ويقدم المؤتمر عددا من المشاريع والمبادرات المهمة من بينها موسوعة المرجع المصري لدراسات التطرف إطلاق أكاديمية سلام إطلاق الذاكرة الرصدية للتطرف فضلا عن إصدارات متنوعة حول ظاهرة التطرف والإرهاب ويؤكد على دور مصر الريادي في المنطقة العربية والعالم أجمع أحمد الحسيني التلفزيون المصري قال وزير الأوقاف محمد مختار جمع أن مصر بلد سلام تبعث رسالة سلام للعالم كله مفادها أن ديننا هو دين السلام وخلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف أكد جمعاء المضي قدما وبكل قوة في الدفاع عن تقافة السلام انتلاقا من سماحة الدين الإسلامي وعظمة قيمه الإنسانية الذي نؤكد عليه أن السلام لا يمكن أن يصنع من جانب واحد أو من طاف واحد ولا بد له من قوة تحميه وأمننا في الوقت الذي نمد فيه أيدينا للدنيا كلها بالسلام نأمل أن يكون ذلك حال عقلاء العالم أجمع لنكبح مع جماح التطرف الديني الذي قد ينحرف بعالم اليوم عن طريق الحراري والسلام والعيس الإنساني المشتر إلى تطرف وتطرف مضاد وعنف وعنف مضاد تدفع المشارية كلها ثمنه بارزا كما أكد مفتي الجمهورية شوق علام المضي بعزم لا يلين لمحاصرة التطرف والتشدد وتكفيف منابعه الفكرية وأضف علام أن رسالة مركز سلام تعد ترسيخا للمبدأين الراسخين لدار الإفتاء وهما المؤسسية والتخصصية نحن إن شاء الله سبحانه وتعالى موضون بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل على درق هذه الكلمة وعلى درق هذه الفكر ومحاصرة التطرف هو تشدد من ينابعه الفكرية وجذوره المعرفية فرسالة مركز سلام تعد تجسيدا للمبدأين الأساسيين الراسخين التي سارك عليهم دار الإفتاء المصرية عبر تاريخها العريق ألا وهما المؤسسية والتخصصية فيعمل مركز سلام على تقديم مخرجات علمية مؤسسية متخصصة ورسينة ومتنوعة تسهم في لعب سياسة الدولة المصرية والعالم الأجمع والمتعلقة بمواجهة التطرف والإخاذ والمساهمة في تحقيق رؤية سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله في المواجهة الشاملة للتطرف والإخاذ وكذلك العمل على تجديد خفاب الديني تختتم اليوم فعليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول صحة أفريقيا والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية للمزيد من المتابع والتفاصيل ينضم إلينا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري رامي هل لك أن تطلعنا على آخر المستجدات لديك مرحب بك وبكل متابعين في اليوم الثالث والأخير في ختام فعليات مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا هذا المؤتمر والمعرض الذي يقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أيضا هناك عدد من الجلسات منذ الصباح هذه الجلسات التي يشارك فيها أكثر من 102 دولة وأيضا عدد كبير من الشركات المتخصصة في مجال الأدوية والصحة وأيضا الوقاية الجلسات العديدة في أغلب اللقاعات من النقاشات المختلفة حضروا بها عدد كبير من الخبراء والعلماء والمسؤولين في إفريقيا وعدد كبير من الدول المتخصصين أيضا في مجال الصحة ومجالة أيضا الوقاية الطبية ومناقشة العديد من القضايا الطبية الخاصة بإفريقيا والأزمات الصحية وأيضا معالجة العديد من الأوبئة أيضا تم التطرق من خلال عدد من الجلسات إلى القضايا الخاصة بالأورام وأيضا الأمراض السرطانية في إفريقيا وضرورة القضاء عليها وترق المعالجة أيضا هناك عدد من الجلسات التي تناولت الدور الكبير لثقافة الجودة الطبية وأيضا تكنولوجيا صناعة الأدوية والتكنولوجيا الصحية في الكثير من المجالات وأيضا تطرقت عدد من الجلسات إلى ضرورة وأيضا الوقاية بالتطعيمات في كافة الدول الإفريقية وضرورة أيضا وجود هذا النوع من التطعيمات الطبية في العديد من الدول الإفريقية وأيضا هناك الكثير من تبادل الخبرات وأيضا توقيع العديد من البرتوكولات بين وزارة الصحة المصرية وعدد من الشركات الخاصة في مجال الصحة والأدوية وأيضا عدد من الدول الإفريقية هذا المؤتمر أيضا سطر لخارطة طريق في العلاج وأيضا خارطة طريق في المجال الصحي نحو القارة الإفريقية والطلاع مصر على هذه القارة بكافة الجوانب الطبية والمساندة وأيضا المعالجة في الكثير من الأزمات الصحية بالرؤية المصرية وخارطة طريق مصرية أيضا من خلال هذا المؤتمر والمعرض تم تطرق إلى العديد من البرتوكولات الخاصة بالوقاية والتطعيمات وصناعة الأدوية والتكنولوجيا الصحية أيضا استخدامها في هذا المجال ومن خلال المشاركة الكبيرة للمستثمرين في مجال الصحة كان هناك عدد من الندوات والتوقعات للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصر والدول الإفريقية وأيضا عدد كبير من الشركات الخاصة بالمجال الطبي والأدوية التي شاركت في هذا المؤتمر أيضا هناك عند الساعة الرابعة الجلسة الختمية والتي من المفترض أن تخرج بالعديد من التوصيات والنصائح في هذا المجال وخارطة طبية نحو إفريقيا بأكمالها وأيضا سوف تشهد العديد من التوقعات البرتوكولية لعدد من الشركات الأدوية والدول وأيضا وزارة الصحة المصري سوف تكون مشاركة في هذه الجلسة أيضا هناك العديد من الفعاليات الختمية على مدار اليوم الحوف الختمية الذي سوف يبدأ عندها السادسة مساء لختام مؤتمر ومعرض صحة إفريقيا أعود عليكم مرة أخرى أشكرا جزيلا شكر رامي محمد مراسل التلفزيون المصري شكرا جزيلا على هذه التغطية الوافية توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة بون الألمانية للمشاركة في الدورة السادسة والخمسينة لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ومن المقرر أن يقوم شكري على همشي مشاركته في الاجتماعات بالتوقيع على اتفاقية استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف التي ستوقض بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل كما سيلتقي وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين من شتى الدول والأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتغير المناخ متعددة الأبعاد وتتناسب مع خطورة هذه القضية لتصبح خارطة طريق لمواجهة التغير المناخية ولتحقيق التوازن بين النمو المستدام والموارد الطبيعية وتحسين حياة المواطنين ومواجهة أثار التغيرات المناخية في هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على جهود مصر الدولية من أجل التصدي لظاهرة تغير المناخية من خلال تكثيف وتنصيق السياسات البيئية وفقا لأهداف التنمية المستدامة أطلقت لجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومن الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر مشروع مكافحة لإتجار بالبشر والممول من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بمقر وزارة الخارجية يتضمن المشروع عددا من المحاور منها رفع مستوى الوعي العام بجريمة الإتجار بالبشر وأشكال هذه الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها إلى جانب بناء القدرات الوطنية في مجال تقديم المساعدات والخدمات اللازمة لضحايا الجريمة لإعادة إدماجهم في المجتمع اجتماعيا واقتصاديا يأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتجشين عدد من حملات التوعية لمكافحة جريمة لتجار بالبشر إلى جانب تعزيز خدمات الحماية لضحايا هذه الجريمة عن طريق تنظيم وتطوير دور الإيواء والرعاية الخاصة بالضحايا وتدريب القائمين عليها هذا وقد أجرت الزميلة جارمين إبراهيم مراسلة التليفزيون المصري لقاء مع رئيسة اللجنة الوطنية التنصيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإدجار بالبشر السفيرنا إلى جبر لاستعراض مشروع مكافحة الإدجار بالبشر نعم بعد التحية نتابع معكم من مقر وزارة الخارجية تفاصيل لإطلاق مشروع مكافحة الإدجار بالبشر هذا المشروع الممول من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ولمزيد من التفاصيل بتنضم إلينا في هذا اللقاء السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنصيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإدجار بالبشر سيدة السفيرة برحب بحضرتك يعني لو في البداية نتحدث عن تفاصيل إطلاق هذا المشروع وكيف سيتم التعاون بين الجانب المصري وأيضا وزارة الخارجية الأمريكية المشروع ده مشروع طموح وهو بداية بداية لتعاون جاد مع منظمة العمل الدولية وده منظمة لها مصدقية ولها تاريخها مئات السنوات ومع وزارة الخارجية الأمريكية وزارة الخارجية الأمريكية من الجهات اللي بتهتم جدا بموضوع مكافحة الإتجار في البشر كون إن الخارجية الأمريكية بتمول هذا المشروع فده نوع من الاعتراف بأن مصر دولة جادة في التعامل مع قضية الإتجار في البشر وده شيء يسعدني ولأنه ده حيبقى بداية لمزيد من التعاون المستقبلي لو تحدثنا عن تفاصيل هذا المشروع المدة التي سيتم العمل عليها في هذا المشروع وأيضا أهم المحاور الفترة ثلاث سنوات عادة المشاريع بتبقى ثلاث سنوات وبعد كده هو النطاق الجغرافي هو القاهرة الكبرى والإسكندرية وطبعا المحاور هي المحاور الأساسية اللي احنا بنعملها والتي تتطفق مع الاستراتيجية وبتتطفق مع توجيهات الرئيس بدعم الحماية للمواطنين لأقصر الفئات هشاشة وتعرضا للاستغلال فالمحاور هتبقى بالنسبة للتوعية والتدريب إنفاذ القانون كمان وعملية مساعدة على التعرف على الضحايا عملية التعرف على الضحايا عملية مهمة جدا لإن دي جريمة الإتجار دي جريمة تحتية فعشان نقول للناس يا جماعة ما تلاقوا جريمة إتجار بلغوا عنها عندنا هوتلاين خطوط ساخنة مجلس الطفولة والأمومة مجلس حقوق الإنسان مجلس المرأة فمن فضلكوا بلغوا بعدين عندنا إليه إحالة بدل ما نتكلم يعني بتفاصيل هي عبارة عن دائرة لتساعد على التعرف على الضحايا كيف يأتي هذا المشروع كجزء من جهود بتقوم بها الدولة لمكافحة الإتجار بالبشر خلال السنوات الماضية؟ هو بيأتي استكمالا لجهود وتنفيذا لجهود وفي إطالة الاستراتيجية الوطنية وأحنا سعداء بكده أنا مشروحاتك جدا على كل هذه التفاصيل ووجودك معنا يعني إذن كان هذا لقاءنا مع السفيرة نائلة جبر من مقر وزارة الخارجية للتعرف على تفاصيل إطلاق مشروع مكافحة الإتجار بالبشر والممول من وزارة الخارجية الأمريكية أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو تحرير مدينة سيفيا توغوريسكا في إقليم دونسك من القوات الأوكرانية كما أكد شويغو أيضا تحرير جزء كبير من دونسك ولوهانسك على طول الضفة اليسرى لنهر سيفرسكي دونس وأضف شويغو أنه تم أيضا تحرير المناطق السكنية في مدينة سيفيرون دونسك في لوهانسك بشكل كامل مؤكدا تطوير الهجوم على محور مدينة بومباسنيا المجاورة وأفاد بأن إجمالية عدد الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا منذ بداية العملية العسكرية بلغ 6489 فردا حتى الآن أكد رئيس بلدية سيفيرون دونسك الأوليكزاندر ستريوك أن الوضع في المدينة صعب للغاية مع استمرار المواجهات بين القوات الأوكرانية والروسية وأضف أستريوك خلال تصريحات تلفزيونية أن القوات الأوكرانية تحاول الحفاظ على مواقعها على خط المواجهة بالمدينة مشيرا إلى أن روسيا ترسل المزيد من القوات بهدف السيطرة على المدينة بأكملها سيفيرون دونسك تلك المدينة الأوكرانية أصبحت في بؤرة الأحداث بعد تواصل المعارك من أجل سيطرة القوات الروسية عليها تقع سيفيرون دونسك شرق أوكرانيا وهي مدينة ذات طابع استراتيجي حيث تفتح الباب أمام القوات الروسية للسيطرة على إقليم دونباس الحيوية وتكافح القوات الأوكرانية للتعامل مع تدفق القوات الروسية إلى المدينة كما يعاني السكان من قصف روسي مكثف الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي قال إن القوات الأوكرانية التي تدفع عن المدينة تحافظ على مواقعها برغم هجمات القوات الروسية الأكثر عددا وقوة حسب قوله وأشر إلى أن هناك معارك شوارع متواصلة بين الجانبين وأن كييف تتمسك بالدفاع عن المدينة وعدم سقوطها في أيدي روسيا وبالنسبة لروسيا فإن الاستيلاء على هذه المدينة سيكون حاسما لكي تتمكن من بسط سيطرتها على كل منطقة دونباس الشاسعة التي كان يسيطر عليها أساسا انفصاليون موالون لروسيا منذ عام 2014 من جهتها قالت الاستخبارات البريطانية إن الجيش الروسي يعمل على عزل منطقة سيفيرو دونتسك من الشمال والجنوب مضيفة أن الجيش الروسي يحقق مكاسب جنوب المدينة كما قالت الاستخبارات البريطانية إن الجيش الروسي يواجه صعوبات في محور بوباسنا وأن قصفا روسيا يستهدف محيط إزيوم في محاولة للتقدم من الجهة الشمالية أعلنت وزارة الدفاع الروسي إسقاط 12 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعتي خاركوف ونيكو لايف خلال 24 ساعة الماضية قال المتحدث باسم الدفاع الروسية إن الطيران الروسي قد ضرب 65 منطقة تجمع للقوات الأوكرانية ما أدى إلى تدمير راجمتي صواريخ جراد وأضاف أن القوات الصاروخية والمدفعية قد أصابت 39 موقع للقيادة و 47 موقع إطلاق نار للمدفعية و 426 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية أعلنت عائلات مقاتلي مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية استلام غثث عدد من المقاتلين وبدأت روسيا في تسليم غثث المقاتلين الأوكرانيين الذين قتلوا في مصنع الصلب في آزوفستال للسلطات الأوكرانية وقال القائد العسكري والقائد السابق لأزوف مكسيم زورين في وقت سابق إن عشرات من جثث المقاتلين التي انتشلت من تحت أنقاض المصنع المدمر تم نقلها إلى العاصمة الأوكرانية كييف حيث يجرى اختبار الحمد النووي للتعرف على الرفات وكان فوق آزوف من بين الوحدات الأوكرانية التي دافعت عن المصنع لما يقرب من ثلاثة أشهر بحث رئيس البولندية أندريا دودا مع نظيره الأوكراني فلودمير زينيسكي دعم وارسو المستمر لكييف بالإضافة إلى الأوضاع في شرق البلاد جاء ذلك خلال اتصال هاتفين بين رئيسين وذكر راديو بولندا أن دودا وزينيسكي ناقشا الخطوات الأخرى التي سيتم اتخاذها من جانب البلدين ردا على العملية العسكرية الروسية من جهتي أعرب رئيس الأوكراني في تغريدة له على تويتر عن شكره لنظيره البولندي إزاء جهوده في تعزيز الدعم الدولي لترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي أعلنت اليابان فرض عقوبات على المصرف الزراعي ومصرف الاعتمان الروسيين على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كما حظرت توكيو تصدير السلة التي تسهم في تعزيز القاعدة الإنتاجية لروسيا كانت الحكومة اليابانية قد فرضت الشهر الماضي حزمة من العقوبات على روسيا طالت تجميد أصول 140 شخصية حظر تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمية ومنظمة الأغذية والزراع الفاوم انتفاقم أزمة الجوع بسهو استمرار الأزمة الأوكرانية بالإضافة للصدمات المناخية أشار التقرير إلى أن الأزمات ستتسبب في الجوع الحاد في فترة التوقعات من يونيو إلى سبتمبر 2022 وذلك مع دخول العالم الوضع الطبيعي الجديد حيث تقضي فترات الجفاف المتكررة والفيضانات والأعاصير على الزراعة ما يزيد النزوحة ويدفع بالملايين إلى حافة الهاوية في جميع أنحاء العالم ترجمة نانسي قنقر زاد المصر فوى المركزي الأسترالي معدلات الفائدة بنصف نقطة مئوية إلى 85 من 100% وتأتي هذه الخطوة في وقت أدى فيه التدخم إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية كما زادت أسعار المنازل المرتفعة أساساً في المدن الرئاسية بربع قيمتها منذ بدء جائحة كورونا وذاكر المصر فولسترالي أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد بسبب كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسهمت في الجزء الأكبر من الزيادة في معدل التدخم وأشار إلى أن من بين العوامل الداخلية التي أدت إلى ارتفاع معدل التدخم إلى 5 و 1 من 10% هو الشح في فرص العمل والفيضانات واسعة النطاق أظهرت بيانات رسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 9.9% وذلك في الربع الأول من هذا العام بما يزيد على تقدير أولي للشهر الماضي بلغ 9.6% أرجعت الهيئة العامة للإحصاء هذا النمو الاقتصادي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 20.3% كان نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 2.6% عن الربع الرابع من عام 2021 بينما ارتفع النشاط النفطي بنسبة 2.9% على أساس فصلي وقالت هيئة الإحصاء أن أنشطة البترول والغاز الطبيعي كانت أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 32.4% أهلا بحضرتكم من جديد أعلنت صين رصد طائرات عسكرية أسترالية في بحر الصين الجنوبي قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن الطائرات العسكرية الأسترالية تهدد وبشكل خطير سيادة الصين وأمنها وأن الإجراءات المضادة التي تخذها الجيش الصيني معقولة وقانونية أكدت نائب وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان أنه سيكون هناك رد قوي ووضح من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والعالم أجمع إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية وأضفت شيرمان بعد محادثات مع نظرها الكوري الجنوبي أن أي تجربة نووية ستكون انتهاكا تاما لقرارات مجلس الأمن الدولية معاربة عن اعتقادها أن العالم بأسره سيرد بطريقة قوية وواضحة أظهر إحصاء نصادر عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن حالات الإصابة بجدر القردة قد تأكد وجودها في 12 ولاية أمريكية وأشار الإحصاء إلى أن الإصابات مستمرة في الزيادة مضيفة أن ولاية نيويورك قد ضمت أعلى عدد من الحالات برصيد سبع إصابات تليها كاليفورنيا وفلوريدا بأربع حالات لكل منهما استضاف حزب إيراد التاجيل التحالف الوطني للأحزاب المصرية والمكون من أربعين حزبا سياسيا وذلك لبدء جلسات مناقشة عدد من المحاور الرئيسية لأجندات أحزاب التحالف خلال الحوار الوطني المرتقب الذي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية وسيؤقد الاجتماع على مدار عدة أيام لمناقشة عدد من الملفات الرئيسية كالملف السياسي والاقتصادي والاجتماعي استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من أعضاء الملتقى الأول للقيادات الشبابية والإعلامية والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة لإطلاعهم على دور الأكاديمية في إعداد طلابها يأتي ذلك في إطار التأكيد على التلاحم ومد جسور التعاون والترابط بين هؤلاء الشباب وأقرانهم من طلاب كلية الشرطة في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم بخاصة الشباب استقبلت أكاديمية الشرطة أعضاء الملتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلامية من طلاب ومعيدين كلية وأقسام الإعلام بالجامعات والمعاهد العليا والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة لإطلاعهم على الدور الذي تقوم به الأكاديمية في إعداد طلابها وتحقيق التلاحم بين هؤلاء وطلبة وطالبات كلية الشرطة باعتبارهم قوة واحدة في بناء الوطن ومواجهة التحديات بأحد مدرجات الأكاديمية شاهد الوفد فيلما تسجيليا عن أنشطة كلية الشرطة ومرافقها ومنشآتها أعقبه محاضرة عن جهود رجال الأمن الوطني في مكافحة الأعمال الإرهابية والإجرامية فهمونا الدور الإعلام المصري في توعية الشباب حتى ندوات ما كانتش عبارة عن ندوات تسكيفية ما كانتش عبارة عن ندوات بس بتنقلك علم لا بتنقلك واقع بتنقلك حقيقة بتحصل بتنقلك حاجات البلد شفتها حاجات البلد عزت بيها حاجات فعلا كان لازم الناس كلها تعرفها انطلق الوفد بين جنبات الأكاديمية ليتعرفوا على دورها في إعداد ضابط شرطة عصري مسلح بالعلم والمعرفة والتدريب قادر على مواجهة التحديات ومستجدات المرحلة بخاصة في مجال مكافحة الإرهاب واتطلعوا على مدى قوة التدريبات وتطورها والبرامج التعليمية التي يتلقاها طلاب كلية الشرطة خاصة في مجال دعم القيم الإنسانية وصون قرامة الإنسان عرفنا كل حاجة هما بيعملوها والمحاكاة والتدريبات العملي اللي بتحصل وبصراحة شيء عظيم جدا بيزود عندنا فكرة الحب الوطن وقد ايه الناس دي بتتعب وقد ايه الناس دي بتمزل مجهود كبير جدا لان احنا نعيش في أمان الجولة كانت فرصة للوافد ليشاهدوا ما تملكوا كلية الشرطة من إمكانيات اللوجستية وتعليمية وتدريبية متطورة عكستها العروض التي قدمها الطلبة في مختلف مجالات العمل الأمني وأسنى عليها الوافد وعلى هذه الفرصة التي أتاحتها وزارة الداخلية لهم ليشاهدوا مراحل إعداد حماة أمن الوطن وبالجهود المبزولة في إعداد وتأهيل طلاب كلية الشرطة رجال أمن مصر في المستقبل شملت الجولة مشاهدة عروض لكتائب الخيالة وعروضا مميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة والتي توضح أساليب استخدام الكلاب المدربة في عمليات الحراسة والتأمين والبحث عن المخدرات والكشف عن المفرقعات أنا بوجه رسالة لكل قيدات شباب الإعلامية كل شباب الإعلام تعالوا زور أكاديمية الشرطة أكاديمية الشرطة هي فعلا حصن مانيع لتأهيل طالب شرطي وظابط شرطي متخصص بينتلج في أدواته المفهيم العلمية والعملية الحفظ استقرار وأمن الوطن شوفنا نمازج مشرفة نمازج تطمنك تنان في البيت وأنت مرتاح نمازج كلا تخليك تبقى ماشي في الشارع نتطمن زيارات تهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء وتنمية وتدعيم التعاون بين طلاب كلية الشرطة وشباب المستقبل والنهور بمستوى الثقافة بما يمكنهم من مواجهة التحديات التي تواجه الوطن بحثت وزيرة الثقافة إناس عبدالدائم مع وفد فرنسيين برئاسة عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي كاثرين مورين سولى دعم التعاون المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين المصري والفرنسي في مختلف المجالات الثقافية والفنية والتراثية وخلال اللقاء شدت إناس عبدالدائم بقوة ومتانة الروابط بين الدولتين وبالتعاون الدائم بينهما في المجالات الثقافية والفنية خلال عقود مضت والتي تواجه إعلان عام 2019 عاما للثقافة المصرية أو عام للثقافة المصري الفرنسية مشيرا إلى الطبع المميز للإبداع الفرنسي بمختلف صوره وأضفت أنه تم الاتفاق على البدء في دراسة وإعداد مجموعة من المشروعات الفكرية والفنية بين الجانبين مؤكدة أن القوى النعيمة تلعب دورا هاما في تعميق أواصر الصداقة بين الشعوب والتعبير عن الواقع الإبداعي في المجتمعات عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعا برئاسة وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي أوضح عبد العاطي أن الوزارة تستهدف توفير الاحتياجات المائية بكفاءة والتعامل الفوري لحسم أي شكاوى من المنتفعين قام الوزير خلال الاجتماع بمتابعة الموقف المائي بمختلف إدارات الري والصرف والميكانيكا وذلك لضمان تحقيق المناسيب الآمنة بالطرع والمصارف والاطمئنان على جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ بمختلف المحافظات وجه الوزير أيضا بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح أعلنت وزارة التنمية المحلية تلقي 479 972 رسالة ضمن مبادرة صوتق مسموع منذ انطلاقها منها 89 235 شكوى خلال شهر مايو الماضي تم حل 86 435 شكوى منها بنسبة 97% ويجرى حل 2800 شكوى انطلقت ورشة عمل الخطة الوطنية وخطة المحافظات محسوبة التكاليف لتأمين وسائل تنظيم الأسرة تهدف الورشة إلى تزويد المنحين وشركاء التنمية وصناع القرار وممثلية القطاع الخاص برؤية شاملة عن الاستراتيجيات الوطنية لبرنامج تنظيم الأسرة في مصر بهدف تحقيق التوازن بين معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي انطلقت ورشة عمل الخطة الوطنية وخطة المحافظات محسوبة التكاليف لتأمين وسائل تنظيم الأسرة احنا جبنا الخطة بالنسبة لكل محافظة وحطينا التكاليف بتاعتها والأنشطة اللي احنا عاملينها وبنعرضها النهاردة على الجهات المنحة والقطاع الخاص على أساس انه هم يساهموا ويقدروا يدعموا هذه الخطة محسوبة التكاليف من خلال الجهات المنحة زي ما احنا عارفين موجودة في مصر وانها بتساهم على طول فهما ممكن يساعدوا معنا في تنفيذ هذه الأنشطة وهذه الخطة احنا كاتحاد الأوروبي مع شراكة مع وزارة الصحة والسكان والصندوق الممتحدة للسكان نعمل سويا على النجاح في أهداف استراتيجية وخصوصا الاستراتيجية الجديدة اللي اطلقت تقريبا من أسابيع عن تنمية الأسرة أو ما يسمى استراتيجية تنمية الأسرة والتي تدي دور مهم للمرأة تهدف الورشة إلى تزويد المانحين وشركاء التنمية وصناع القرار وممثل القطاع الخاص برؤية شاملة عن الاستراتيجيات الوطنية لبرنامج تنظيم الأسرة في مصر والإنجازات التي تم تحقيقها والأهداف التي يسعى البرنامج إلى ترجمتها بصورة واقعية في المستقبل الهدف من الورشة احنا عايزين نعرض خطة قومية محسوبة التكاليف لتأمين توفر الوسائل على مستوى الناشنال وعلى مستوى المحافظات الغرض من الخطة دي ايه؟ الغرض ان احنا عاملين أنشطة الخطة دي مترجمة الأنشطة وندعي الجهات اللي تقدر تشارك معانا الجهات المنحة أو الشركات اللي يقدروا يساعدوا معانا في تنفيذ الخطة دي 27 خطة محلية محسوبة التكاليف على مستوى المحافظات في الفترة من 2022 وحتى 2026 ستساعد على تحقيق أهداف الأسرة على مستوى المحافظة ليجد كل مواطن مصري غذاء وتعليم وخدمة صحية ومياه وطاقة وفرصة عمل أعلنت وزارة الصحة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لمائة وستين ألفا وتسعمائة وثلاثة وأربعين مواطنا من خلال مائة وثماني وثلاثين قافلة طبية تم تنفيذها خلال الشهر الماضي يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية تم إجراء 26 ألفا وسبعمائة وثلاثة وستين تحليل دم وطفايليات وأشعة وتم عقد أربعة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وستين دوات تثقيفية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين تهدف هذه القوافل إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أقيمت قافلة طبية بالوحدة الصحية بمرس عالم بمحافظة البحر الأحمر وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف الإعلاج لمائة وتسعين وثلاثين حالة بمختلف التخصصات الطبية منها إجراء 41 فحصا معمليا و14 آشعة وسونار تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل محطة رفع مياه السماكين بمدينة أبو سوير بالإسماعيلية لخدمة ما يقرب من 40 ألف مواطن تأتي المحطة ضمن عدد كبير من محطات المياه والصرف الصحية التي تم افتتاحها خلال المرحلة الحالية لتخدم أهالي محافظة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هو بيخدم حوالي أربعين ألف ألف نسمة والرفع ده متقل انتجيه بتاعته 8000 متر مكعب يومي وهو بتكون من الترمبتين كل ترمبة 100 لتر سينية وفيه مولد وفيه حانوكلور نهائي بيتم في الخنطنانات الأرضية الخنطنانين ألفين متر مكعب أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية وعدد من قيادات الوزارة وأشرت الوزيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بمنح المزيد من الدعم والمساندة لرجال الصناعة للمساهمة في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات الخطط التنموية للدولة في كافة القطعات الإنتاجية والخدمية على جانب آخر أصدرت وزيرة التجارة والصناعة قرارا بتشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية شهدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط اطلاق مشروع التمكين الاقتصادية والاجتماعي للمرأة بالشراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر بمنحة قيمتها 39 مليون دولار ووزارات التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي والعديد من مؤسسات القطاع الخاص والجهات البحثية ويتم تنفيذه بين عامي 2022-2027 في عدد من المحافظات ومن المقرر أن يعمل المشروع على زيادة وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية في مصر وإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في الاقتصاد بالإضافة إلى التركيز على تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع الخاص وتوسيع الشمول المالي للمرأة والحد من الأثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة التقى رئيس تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب مع رئيس غرفة التجارة والصناع القطري خليفة بن جاسم الثاني وعدد من أعضاء الغرفة في ثاني أيام زيارته إلى دولة قطر كما شهد اللقاء استعراض أبرز مستجدات مناخ الاستثمار في مصر وأهم المؤشرات الاقتصادية التي تظهر نجاح الحكومة في تحقيق معدلات نمو إيجابية والجهود المصرية لتسهيل عمليات تأسيس وتشغيل الشركات وتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية وفقا لأطر زمنية محددة وعلى جانب آخر التقى رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار برؤساء كبرى شركات التطوير العقاري القطرية للترويج لأهم المشروعات العقارية في مصر وإلى البرصتية المصرية حيث أنهت المؤشرات تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات وربح رأس المال السوقي الثلاثة وثمانية من عشر مليار جنيه اللي يغلق عند مستوى ستمائة وثلاثة وستين وستة من عشر مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس الثلاثين بنسبة اربعة وستين من مائة في المائة ليغلق عند مستوى مائة الف وثمانية واربعين نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس السبعين بنسبة واحد وثمانية من مائة في المائة ليغلق عند مستوى الف وسبعمائة ويحدة وثمانين نقطة وصعيد مؤشر اي جي اكس مائة بنسبة واحد واربعة من مائة في المائة ليغلق عند مستوى الفين وستمائة وسبعين وستين نقطة تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود مرسي والذي يعد أحد عمالقة نجوم السينما المصرية اشتهر محمود مرسي بأدائه الذي يتميز بالسهولة والبساطة والإتقان كما قدم أيضا أدوار الشر بطابع متميز ومن أكثر أعماله شهرة فيلم شيء من الخوف كما قدم العديد من الأعمال التلفزيونية والإذاعية التي لا تنسى ورحل محمود مرسي في الرابع والعشرين من إبريل من عام 2004 تاركا إرثا كبيرا من الأعمال الفنية الخالدة تاركا إرثا كبيرا من الأعمال الفنية الخالدة رحم الله الفنان القدير مشاهدين الكرام انتهت نشرة الأخبار وعليكم أهم ما جاء فيها من أنباء الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين تسع وثلاثين عضوة بمجلس الدولة مدبولي يستعرض مسودة استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية ويوجه بتشكيل لجان عمل لوضع آلية التنفيذ روسيا تعلن تحرير الأحياء السكنية في سيفرون ديسك وسيطرتها على القسم الأكبر من دوناسك ولوهانسك نهاية نشاط الثالثة على شاشة التلفزيون المصري شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء جديد إلى اللقاء